احتفل معهد قطر لبحوث الحوسبة بانتهاء برنامج التدريب الصيفي الذي نظمه المعهد هذا العام وقد قدم الطلاب نتائج عملهم في الحفل الختامي من خلال جلسة عروض تقديمية وخلال البرنامج تم تدريب 21 من طلبة الجامعات في قطر حيث عمل هؤلاء على 12 مشروعا بحثيا خلال مدة 8 أسابيع اختتم معهد قطر لبحوث الحوسبة برنامجه الصيفي للتدريب استمر 8 أسابيع بمشاركة 22 طالبا 18 منهم من جامعات قطرية وأربعة طلاب من خارج قطر مشجع الطلاب على المضي قدما في أعمال الأبحاث ودراسات ودفع الجيل الجديد من الطلاب لمواكبة المستجدات في علوم الحوسبة وأكد القائمون على البرنامج هميته في تحقيق أهداف مؤسسة قطر في قطاع البحوث والتطوير من خلال استقطاب الطلب من ذوي المهارات البحثية في مجال علوم الحوسبة ورعايتهم وتطويرهم من هنا تأتي أهمية تجريب تقنيات جديدة بهدف تحقيق الفائدة للمعنيين وأصحاب العلاقة بهذه الدراسة برنامج التدريب الصيفي تم إطلاقه في بداية شهر يونيو من العام الجاري ويهدف إلى تعريف الطلاب على معهد قطر لبحوث الحوسبة وعلى مجالات البحث الهامة فضلا عن تهيئة هؤلاء الطلبة من خلال العمل مع علماء المعهد لإيجاد حلول للتحديات في مجال الحوسبة أنهى مؤشر البورصة لتعاملات اليوم على ارتفاع